يبقى دلوقات احنا ننصح المريض ان هو لما يروح للدكتور ما يعفرش يتقبل انه يطلب منه حاجات روتين طيب لن نتكلم على التحاليل ايه التحاليل المطلوبة من اعمار معينة لكل فترة معينة هقول لحبك حالي يعني احنا نعرف انه يقول لفوق الاربعين لازم يعمل مش عالفين فوق الستين يعمل ايه فوق السبعين يمشي بقى مانوش لازم يريد الناس كلنا هتاخد الكونسبت بتاع شاك شاك على نفسك شاك روح احلل لنفسك احنا كده بنتجاوز حاجات كتير يعني 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 الناس ما بتروحش تتعالج والناس ما بتروحش بتاخد تجيب الدوة تاخد حبايا وحبايا تحليل غالية دلوقتي تحليل غالية والدوة غالية فالناس ممكن يعني انا بسمع على الناس يجيبوا شريطة الضغط ولا السكر العاجات دي اخدوا يوم ويوم لا يوم ويوم عشان يوفر فيه فلو قلنا له بقى بروح اكشفه انت سليم فيعني يضرب انما نقدر نقول انه المطلوب ايه المطلوب عشان نحافظ على الصحة العامة من خلال التحليل من التحليل جميلة جدا جدا ورخيصة جدا صحيح مش مرتفعة مش كلها مرتفعة صح تحليل بعشرة جنيه مثلا تمام وسهل جدا ويريحني جدا سرعة الترصيل اه انت عبتكلم عن نوع معين اه ايه بقى يفيد بقى سرعة الترصيل ده يفيد بقى برافو عليك ده جميل جدا سرعة الترصيل ده كل الناس فهم غلط كويس والله نفهم بقى صحيح يجيلي بقى العيادة يقول لي اصلا ترصيبي عالي اصلا عندي ترصيب خلي بالك بقى اتمرض كمان انا ماقف على الترعة حفة الترعة وهز المية كده بتتعكر هاخد كوباية مية عكرة واسبها ساعتين ونشوف صفقها دي دي السرعة بتاعت الترصيل هي دي الدم كتن الدم زي الطين بالضبط هجيب دم احطه في انبوبة واسيبه اول ساعة نزل كم ملي كم الشرطة وتاني ساعة كم يبقى سرعة الترصيل الساعة الاولى كزا والساعة التانية كزا تمام هتقول لي طيب ايه فايدوته ايه فايدوته طبعا نسأل نفسينا سؤال اجمل من كده ايه اللي خليه ينزل ويه اللي خليه مينزلش المواد اللي بتبقى فيه مواد بتبقى يعني ما عرفش ايه اللي خلى الدم ينزل يبقى دالون ودالون هو لما بينزل ده ابيض وده دم خالص احمر ايه اللي خلى الدم يعمل حركة دي حركت زمان واحنا في اولى اعدادي فاكر ام قالك ازاي تروأ المية احنا بتجيب المية من نير ام تقوم بتعمل جيلاتينة فوقيها تاخد الطين وتنزل او نول مش مش مظبوط انا فاكر انا في اولى اعدادي كان عندنا معامل في المدارس الاعدادي اللي تعبانا اه 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 فيها معامل قط المعمل اه فكذلك الدم عندي بروتينات في الدم تاخد القلال حمره وتنزل صح؟ اذا لو زادت البروتينات وعالية هتاخد الدم أسرع يبقى سرع الترسيب عالية يعني دي مش مطلوبة باز المئة طبعا طب إيه اللي خليها ما تنزلش خليها ما تنزلش إن الكرات الحمرة شايلة شحنة متشابه شحنة متشابه وإحنا واخدين في أولئي إعدادي الأقطاب المتشابهة متنفرة والأقطاب المختلفة متجزبة شمالي مع شمالي يزقه بعض شمالي مع جنوبي يلزقه بعض فده خليها حمرة شايلة شحنة زي التاني فتيجي نزلة تضرب فيها رح طالع فوق تاني يبقى في حاجة بتمنع النزول وحاجة بتزود النزول طيب امنع دي أو امنع دي أو زود دي إزاي أمنع الضرب في بعض أخلي عندك أنيميا يومه يبقى بعاد يومه يخبطوش في بعض وينزلوا بسرعة جميع مرضى الأنيميا سرعة ترسيب عالية لماذا؟ كرات الحمرة ومتخبرتش ببعض بوعات أو مش كتير فينزلوا بسرعة جدا جميع الأمراض اللي بتزود المناع يعني الجهاز المناعي يشتغل طلع بروتينات حتزود سرعة ترسيب يعني إزا سرعة الترسيب بتدي مؤشر أن في مرض الله ينور عليك عزيزة الله العظيم يبقى قيمتها فيه والله أنت قلت اللي أنا عايز أقوله قيمتها لو طلعت نورمال روح يابني جسمك زي فل انت كوان فين غالب يعني الحمد لله إلا ما لو طلعت عالية جميع الأمراض تعالي يبقى أنت لو يعني لو الآن شوية كده روح يعمل سرعة ترسيب طيب سرعة ترسيب طلعت عالية وتقلوا ابنك سرعة ترسيب وعالية حل؟ تمام؟ ليس ما تنزلش يفضل هل ود عيان عمره كله؟ لا هو خف بس سرعة ترسيبه ما نزلتش ساعات تعلق يعني اللي هي إيه مش مدرة خالص ولا لا علاقة بيه خالص يا سبحان الله يعني هي مؤشر بس مؤشر بس بس يعني لو سرعة ترسيبه عالية يعيش عمره كله سرعة ترسيبه عالية بدأ معاد تلاتة أربع مرات وربعة لأ ما بتنزلش يبقى حتعلق على كده بتنزل يبقى يستنى ما تنزل وبعدين نبتدي نقول إنه شوفيه تماما فيه تلات أمراض يعلوا سرعة يخلوا سرعة ترسيبه عالية جدا يعني ما شوفها أقلق احنا قولنا لو طلع طبيعية أحمدك يا رب طيب تماما غالبا ما عنديش حاجة إنما السل الضرر يعليها جدا لسه فيه سل آه فيه طبعا رجع ها مش رجع فيه لسه فيه ناس بتتعالج منه بيشوف كل مثلا شهر بس الوقتي بيتعالج مش زي زمان طبعا لا لا معلاجه كأنك بيتعالج أرنفلونزة إزا كان فيروس يتعالج اللي هو جوه الخلية البكتيريا بتبقى بره الخلية سهل أقلها يعني فالسل يعالي سرعة ترسيب جدا وأي سرطان أيا كان ما كان معدى قولون دم عظم أي حاجة يعالي جدا 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 والحمة الروماتيزمية في الأطفال يعالي جدا عشان كان الطفل المفصل بتوجعه أمه بتبقى أنا جدا جدا إن إذا عنده حمة روماتيزمية نقولها يا أمي ده اختبار بعشرة جنيه نروح نعمل لي سرعة ترسيب جات طبيعية يا أمي انسي الموضوعات طلع فيها عالية طلعت عالية نفحصه بقى لأن إحنا متفقينه مش شرط تمام جميع الأمراض تعالي سرعة ترسيب فنبتدي نفحص ونعمل اختبار تاني إنما لو طلعت نور ما خلاص يبقى كويس جدا جدا فسرعة ترسيب مهمة مهمة جدا كتستبعد يعني زي ما نقولها بقى نقولها للطلبة بتوعنا جود نيجاتيف تست اختبار سلبي جميل تمام إنما طلعت عالية لا دور بقى جميل عنده إيه صورة الدم وقالنا حنبصه على ثلاثة عالية ما فيش بقى فيها في سرعة ترسيب نفسها أرقام تشير ها ما هي الأمبوبة اللي بتحط فيها الدم أرقام مدرجة لا يعني فيه أرقام عن أرقام بتدي أمراض لا يعني هي الارتفاع بحد ذاته طبيعي أو الساعة خمسة الدم يكون نزل خمسة ثم ينزل سابعة مدرجة تدريجة بتاع التحليل وسبعة أو تمانية يعني قول خمسة عشرة ساعات يجي لك أول ساعة خمسين وتاني ساعة مية دا فيه مشكلة ايه يبقى فيه مشكلة مش ضروري تبقى خطيرة يعني ما تحضر لا وغير كده عشان ما عادش يقلق ممكن يعلق يعني هو كان عيان هو كان عيان صورة الترسيب عالية وعلقت يعني مثلا الروماطايد يعني صورة الترسيب والتعليق دوت ما يخب ما يروح شيء بفضل مش ممكن نغيرها ونزبط نملاب مفيش الروماطايد يعني صورة الترسيب الزئبة الحمراء الحمى الروماتزمية زي ما قلنا اي مرط